دارفور الدكتور جبريل إبراهيم الآن نستمع إلى كلمة مالك عقار قائد جيش تحرير السودان الجبهة الثورية المشاهدون العزاء المستمعون العزاء نحن ننقل لكم فعاليات الاحتفال بمراسم توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح والذي توي بهذا الانجاز العظيم الذي ظل ينتظره الشعب السوداني طيلة العوام الماضية السيد الرفيد سنفكير مياري رئيس جمهورية جنوب السودان السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البركان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو السيد الدكتور رياغ مشار النايب الأول لرئيس الجمهورية السيد الدكتور عبدالله حمدوق والسادة الوزراء الرفاق قادة جمهورية جنوب السودان نواب الرئيس جيمي سوانيه تابان دين مدام ريبي كنيان دين التحية لكم جميعاً الشقائي من بلدان الإيقاد ومسل اليونمت والأمم المتحدة السادة عضاء السلك الدبلوماسي زملائي من قادة قوة الكفاح المسلح الصوري والقير مسلح شعب جنوب السودان السادة الإعلامين السادة الحضور جميعاً أسمح لي في البد أن أتوجه بالشكر لشعب السودان العظيم وصورة ديسمبر المجيدة وشهداء الصورة السودانية خلال ثلاثين عاماً الذين هم صانعي هذا اليوم التاريخي وبدون تضهياتهم لم نكن نصل إلى هذا اليوم الشكر أيضاً لأعضاء وفد التفاوض في الجانبين الشكر للوساطة والشكر الخاص لوفد المفاوض من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الرفاق ياسر عرمان إسماعيل جلاب والجنرى الأحمد الأمدة الأخوة الكرام إن اتفاق السلام الحالي حدث تاريخي ويجب أن نستخدمه لبناء سودان جديد ويجب أن لا يضافي إلى كتاب مولانا أبي لالير نغضى الهود والمواسيق هذا مهم فقد أهن الأوان أن نعمل جميعاً لكي لا نهدر هذه الفرصة التاريخية كما أهدرت قرص كثيرة في السودان التي كتبت بمداد دماء الشهداء وهم يرددون حرية السلام وعدالة فقد أهدى لنا شعبنا الحرية وها نحن نهدي لهم السلام الأخوة الكرام هذا الاتفاق يجب أن يمهد لتوهيد أكبر قوة اجتماعية السودانية من أجل إنجاز الانتقال مما يستدي بناء كتلة انتقالية قادرة على توحيد المدنيين والعسكريين وقادرة على إيجاز سياسة اقتصادية لمصلحة المحمشين في الريف والمدن دون التخندق الأيدوليجي سادة الكرام يجب أن يساعد حاز السلام الاتفاق على عركان السياسة القارجية التي تدعم شعبنا وتنحي عزلة السودان الإقليمية والدولية والانفتاح للعالم الخارجي وعلى أشقائنا وأصدقائنا في الخارج في إطار خدمة المصالح الوطنية العلية لبلادنا ينبغي أن نستخدم الترتيبات الأمنية وأكرر هذا ينبغي أن نستخدم الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين في كل أنحاء السودان لا سيما في المنطقتين ودارفور وبتعاون وعمل مشترك بين حركات الكفاح المسلح والقوات السودانية والدعم السري والعمل لا إصلاح والتطوير القوات المسلحة السودانية بأقيدة عسكرية جديدة ومهنية وتحتفي بالتنوه والمواطنة والديمقراطية الحضور الكريم إن هذا السلام يجب أن يخاطب قطايا المعيشة والاقتصاد والعقبة العيشة الكريم لبنات وأبناء بلادنا كما أن السلام يجب أن تكون في سلم أولوياته عودة النازحين واللاجئين وأن يفتع فرص جديدة للنساء والشباب سؤال من الذي يحمي هذا السلام الضامن لهذا الاتفاق هو شعبنا هو ملايين السودانيين الذين خرجوا في صورة ديسمبر المجيدة مطالبين بالسلام والضامن لهذا الاتفاق هو أطرافه المستفيدين منه أصدقائنا في المجتمع الإقليمي المجتمع الدولي وهذا الاتفاق في المجتمع الدولي وإن هذا الاتفاق من الفرص النادرة في عالم يمر بانزلعقات كثيرة لا سيما في دولتنا السودان الحضور الكريم إننا ندعى المجتمع الدولي والمجتمع الافريقي لدعم هذا الاتفاق والمانحين للإفاء بتعهداتهم للحكومة السودانية والمواطنين المتضررين من الحرب أدو اللجان المقاومة وأثر الشهداء لدعم اتفاق السلام وهو ركن من أركان مطالبهم ولسكان المنطقتين المنطقتين وياهي أقول لهم أن الحكم الزاتي وهو استحقاق من ثمرات نضالكم ويجب أن يدعم وحدة السودان أكرر يجب أن يدعم وحدة السودان ويعزز الصلاة بين كافة القبائل في المنطقتين سواء في غرب كردفان أو جنوب كردفان جبال النوبة أو النيل الأزرق وهذه المناطق ملك لكل السودانيين على أساس المواطنة بلا تمييز كما أن الخرطوم كما أن الخرطوم سوف تردعم وحدة السودانيين لن تتعلم وحدة السودانيين لأننا لا سننذهب سعب السودان وأمد يدي للفريق أول عبد الفتاح البرحان والدكتور عبد الله حمدوق رئيس الوزراء لنعمل كفريق واحد من أجل مصلحة السودانيين لبطاء وطن جديد وأهل استعدادي أنا وزملائي وآخرون بأننا جاهزون لزحاب إلى الخرطوم في أي وقت من الآن ممكن نركب معاك الطيارة أخيرا المجد لجميع الشهداء وعاجل الشفاء للجرحة ونرفع أيدينا تضرعا بعودة المفقودين والمجد لشعب جنوب السودان ودولته الفتية لقد قمتم يا دولة جنوب السودان الرئيس سلفة تود وكل المجموعة العاملة وبالذات فريق الوساطة قمتم بما لم تستطيع بلدان كثيرة من تعقيقه وقدمتم أجمل هدية لشعب السودان أننا سنعمل لقيام أكرر سنعمل لقيام اتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين وأنا المنطقتين ودارفور هم مسمار النص الذي يربط بين البلدين أهني برضو في فريق الوساطة شخصية نحن نسميه قلصة وسرا اسمه قلفة وقد فعله جيد لأنه قد فعله الكثير من الأشياء في العمل أخيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالك قارئر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجفحة السورية والسلام 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 شكراً جزيلاً كانت تلك المستبعون العزاء شكراً لزيلاً 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 للمشاهدة